درينكيز حتى كانوا عاملين الأولاد قصة مضحكة يعني العمر خالد هو بتكلم يا جماعة في قصة جميلة جداً كان فيه شابين داخلين محل درينكيز وكانت آخر إزازة ويسكي موجودة هما الاتنين يا جماعة ده مد إيده وده مد إيده وكانوا حيتخنقوا وبعيد ذكروا قالوا لأ احنا لازم نتعاون نشغفها مع بعض نشغفها مع بعض فكده يا جماعة يريد نتعلم منهم